فيا حمات لا إله إلا الله ويا حراس العقيدة الربانية ويا سفراء الله في هذه الأرض منذ أن أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عالية منذ أن جهر بها المصطفى أمام الناس لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وشنت الحرب على الإسلام وبدأ أعداء الدين أصحاب العقائد المنحلة حربهم على هذه العقيدة الصحيحة يجيدون هنا وهناك واستمرت هذه الحرب منذ قرون مضت والحرب مستعرة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون منذ ذلك الوقت أخذ أعداء الدين صورا شتى وأسماء مختلفة وأساليب متعددة الهدف واحد القضاء على هذا الدين بأي وسيلة كانت أو بأي طريقة أو بأي طريقة يستطعت المهم أن نصل إلى هذا الهدف وأدرك أعداء الدين منذ فترة ليست بالوجيسة أدركوا جيدا أنهم إن أرادوا أن يضربوا هذا الدين وهذه العقيدة فعليهم أن يضربوا أساس هذا الدين المتبسر في الأسرة أن يضربوا حجر الزاوية من هذا البناء الشامخ الذي دعا وأشاده وبلاه الإسلام فبدأوا بتحريضهم على المرأة المسلمة وبدأوا حربهم ضد المرأة المسلمة فجاءوا بكلام وبأوصاف يريدون منهم امتقاص شأل المرأة في الإسلام والنين من عفافها أي من حجابها وتصوير الأمر على أن هذا الحجاب ما جاه به تشريع ولا نزل به كتاب هكذا سعى أعداء الدين وبين الفينة والأخرى نرى ونشهد أقلاما أو غفواها تتحدث وتنتقص من شأن الإجابة وبأنه ليس من الدين بشيء وأنه إنما عادة وليس عبادة محاولين النيل من المرأة المسلمة ولا يحزن المسلم أشد الحزن ويتأثر بادئ التأثير وهو يرى إن مرأة مسلمة تأثرت بأمثالها هنا وبكلام أمثالها هنا فتركت حجابها الذي هو عفافها وزينتها والذي يصونها ويجعلها كاللبلؤة نعم يا سادة هكذا سعى أعداء الدين ومن أجل هذا الهدف ساروا فقالوا زورا وبهتانا إن الحجاب ليس من الدين بشيء وهذا هو أفرى الحجب وهذا هو أكذب الكذب فإن الحجاب من الدين جاء به التنزيل وأكدته سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينه فقل الصحابيات رضوان الله تعالى عنهن جميعا الحجاب جاء به القرآن الكريم فاسمعوا إلى مولاكم يا أمة الإسلام إياكم أن تنغشوا بأمثالها هداء الدعاة الذين ما وقفوا عند كتاب الله ولا عند سنة نبيه ولا فهم النصوص أو أنهم أرادوا فهم النصوص على مفت ما يكون على هواهن إننا نفهم القرآن من السنة ومن النبي ونفهم السنة من الصحابة نريد أن نأخذ بفحل الصحابة ركوان الله تعالى عليهم والسلف الصالح والعلماء العالمين العابدين يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم من بعد بسم الله الرحمن الرحيم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم يا محمد يا رسول الله قل لمن قل للمؤمنات أيتها المرأة المسلمة إن أردت أن تدخلي في زمرة المؤمنات فاستمعي إلى مولاك وهو يقول يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وماذا يا رب ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ينقل الإيمان الطبري عن سعيد ابن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه في معنى قوله تعالى إلا ما ظهر منها قال يعني الوجه والكفين وباقي المرأة عورة يعني حجابها واجب وقال ابن عباس إلا ما ظهر منها يعني الكحنة والخاتب في اليد وقال مجموعة أخرى إلا ما ظهر منها يعني الثوب تختار ثوبا يديق بالمسلمة وهذا ما سنأتيه إن شاء الله اسمع إلى مولاك وهو يقول لمن لخير من خلق للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواتك وبناتك ونساء المؤمنين من؟ ونساء المؤمنين إلى الزوجة المسلمة إلى زوجة المؤمنين بالله وبرسوله يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن لا يعرفن فيؤذين لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله مفورا رحيما وبعد ذلك يأتيك من يقول أن الحجاب ليس من الدين بشيء إن الحجاب عبادة عظيمة يا مسلم أيها الزوج أيها الأم إن الحجاب عبادة عظيمة في حق المرأة لأن من افترضها هو الله ولأن سنة النبي أكدت على ذلك أما أفواه أمثال هؤلاء الذين قد بدت منها البغضاء فإنما يسعون إلى هدف واحد هو هدم المجتمع المسلم قالوا الحجاب يخالف التطور والمدنية بالله عليكم أي مدنية تتحدثون وعن أي تطور تتكلمون لا نريد أن نتكلم كلاما إنشائيا وحسب وإنما أن نقف مع الوقائع والحقائق والأرقام أجرت إحدى مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة بحثا أثبتت فيه أن ما يقارب من تسعة عشر مليون ليس ألف مليون تسعة عشر مليون امرأة في أمريكا لوحدها تعرضنا لحالات اقتصاد فهذه هي الحرية أهذه هي المدنية قل ذلك لمن يكون أجلكم الله كالبغباء يردد ما يسمع فقط الحجاب فخر للمرأة المسلمة وثواب وأجر من الله أجرت أو أجر الاتحاد الإيطالي للطب النفسي دراسة قال فيها إن سبعين بالمئة من الرجال الإيطاليين اعترفوا أنهم قد خانوا زوجاتهم أتريدون لهذا أن يكون في مجتمع المسلمين دخلت مجموعة نسوة من بني تميم إلى أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وكنا يرتدين ما يشف ملابس شفافة خفيفة فقالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها إن كنتن من المؤمنات فهذا ليس من لباس المؤمنات إن كنتن من المؤمنات فهذا ليس من لباس المؤمنات وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به شكرا